شارك البريد المصري في مراسم الاحتفال الرسمي بافتتاح المقر الجديد للاتحاد البريدية الافريقية الشامل بمدينة عروشة بحضور رئيسة جمهورية تنزانيا ساميا حسن وعدد من المسؤولين المصريين ورؤساء المؤسسات البريدية بالدول الافريقية تأتي دعوة البريد المصري لافتتاح المقر الجديد للاتحاد البريدية الافريقية الشامل بمدينة عروشة بتنزانيا ليعكس دور البريد المصري البارز والمتميز في إفريقيا والذي يتمثل في المشاركات الفعالة في كافة اجتماعات الاتحاد البريدي الإفريقي واتخاذ كافة القرارات التي تحافظ على حقوق العمل البريدي ومكتسباته في البلدان الإفريقية وبهذه المناسبة أهدى البريد المصري صالنا فرعونيا صنع في مصر تم وضعه في قاعة مصر بمبنى اتحاد البريد الإفريقي الشامل بما يعكس عمق وترابط العلاقات بين البريد المصري واتحاد البريد الإفريقي